اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا كتابة العلوم وتصنيفها وترتيبها وطباعتها إذن هي من وسائل فهم هذا العلم وتحقيقه ودرايته لأنها تحفظ العلم فيما عندنا من الصحف فيتداوله جيل بعض جيل والحمد لله أن تراثنا المخطوط من أكثر التراث ومن أدقه ومن أجله وهذا أم شاهد عليه كل من اطلع على تراث هذه الأمة المخطوط الخط إن تكلمنا عنه وتكلمنا عن ما فيه وعن مزاياه وما عليه وما فيه من عيوب حتى يشمل هذه الطباعة الحديثة التي وصلنا إليها فإن الخط إن كان حسنا كان ذلك إعانة في فهم الكتاب وفي درايته كذلك المطبوع إن كان حسنا كان وسيلة لفهم هذه العلوم وإدراكها وإن كان قبيحا مستقبحا سيئا فيه كثير من العيوب كان وسيلة للإعصار ولتصعيب العلم ولعدم إدراكه على حقيقته إذن ما هي العوارض التي تعرض لهذا الكتاب ولهذا المطبوع ولهذا المكتوب الذي يجعل الفهم فيه عسرا ويمنع من فهمه وإدراك صحته الأسباب المناء المانعة من ذلك ثمانية أسباب منها إسقاط ألفاظ من أثناء الكلام يصير الباقي بها مبتورا لا يعرف استخراجه ولا يفهم معناه فهناك شيء قد نقص نقص من هذا الكتاب لن نعرفه ولن نستطيع أن نؤلف كلاما ننسبه إلى المؤلف وهذا إنما يكون من سهو الكاتب ومن فساد هذا الذي طبع الكتاب وحققه بأنه لم يدرك حقيقته ولم ينهض لها وهذا يسهل استنباطه على من كان مرتاضا بذلك النوع فيستدل بأشياء من الكلام وأشياء من الإشارات وما سلم منه على ما لم يسلم وغير ذلك فيكمل ما يستطيع أن يجده لأنه إن كان سقطا يسيرا قد يستطيع أن يجده مما يليه أما إن كان كبيرا فذلك يعسر ومن كان قليل الارتياض ومعرفة في العلم وطريقة التدوين وطريقة الكلمات يصعب عليه استنباط المعنى منه لا سيما إن كان كثيرا لأنه يحتاج في فهم المعنى إلى الفكر والروية فيما قد أهمله في هذه الكتابة وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراك ذلك المعنى وظل فكره عن إدراك الحقيقة السبب الثاني زيادة ألفاظ في أثناء الكلام يشكل بها معثة الصحيح من غير الزائد وتمييزه من السقيم الزائد فيصير الكل مشكلا بأنه جمع صحيحا وسقيما فيصير صعب الفهم صعب الإدراك لا يكاد يفهمه إلا متخصص حذق صاحب دراية ودربة في هذا الشام وهذا بحمد الله من أقل القليل لكنه قد يحصل إلا أن يكون الإنسان الذي كتب الكتاب أراد أن يصره بهذه الطريقة التي لا تفهم فيقصد التعمية فهذا يكون يدخل في أثنائه ما يصعب فهمه حتى لا يدعكه أحد أما وقوعه سهوا فإنما يكون بكلمة وكلمتين لا يكون بشيء كبير يرتاد ويكثر فيه الغلط واللغط الوجه الثالث إسقاط حرف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها وهذا أكثر ما يحصل في اطباعة الحديثة فيكون لا يمكن أن تصل إلى حقيقة هذه الكلمة على وجه الصحة وقد يكون تارة سهوا وتارة من ضعف الكتابة وغيرها وهذا مما يسبب ويعسع على الإنسان الفهم فاصل ثم نعود لكم بعد قليل حياكم اللهم وثمان خواهر إذن هناك عوائض تعيض على الإنسان في هذه الكتب وفي هذه الرسائل والمخطوط وغير ذلك من ما هو في طباعة ونحوها يعسر على الإنسان فهم هذا العلم وإدراك حقيقته تكلمنا عن بعض الأوجه من الأوجه التي تسبب على الإنسان أيضا شيئا من عسر الفهم زيادة حرف أو زيادة حروف في أثناء الكلمة فإذا زادت يشكل معها معرفة هذه الكلمة ومعناها الصحيح وما الذي يريده هذا الكاتب ويكون تارة من سهو الكاتب فيقل هذا الأمر ولا يمنع من استخراج الصحيح وتارة يكون من فعلها يريد هذه التعمية بأن يزيد كلمات حتى لا يدركها أي أحد ولا يفهم أحد شيئا من هذا المطبوع والمقصود حتى لا يصل الأمر إلا إلى أصحابه الوجه الخامس وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة لأن يشبك الكلمات التي لا تشبك عادة ويفصل الكلمات التي هي مشبوكة عادة فيصل ويدعو ذلك إلى وجود إشكال في هذه الكلمة وفي بنيتها وفي معناها وفي فهمها يمنع الإنسان من تحقيق هذا المعنى فإن كان ذلك عن سهو يكون بالعادة قليلا ويسهل إصلاحه وإن كان من قلة معرفة بالخط أو مشقا تسبق به في السابق كان ممن يكتب فيشبك الكلمات دون عرف أو يكون جاهرا في قواعد اللغة العربية وفي كتابتها أو مثل الآن أن يكتب غير متخصص فيبدي ويدخل ويشكل علينا في الموضوع فمثل ذلك هو المتبوع والذي يستد عليك كل شيء كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول شر الكتابة المشق كما شر القراءة الهذرمة الذي يكتب ويسحب بيده الكتابة بأن لا يرفع القلم هذه شر الكتابة وشر القراءة الهذرمة الذي يدخل الكلام بعضه ببعض حتى لا تفهم منه أي شيء بعضهم يهذهم في كلام عال ولكن لا تجد لذة لهذا الكلام وإذا كان الأمر التعمية الذي يكتب الكتاب لا يريد لكل أحد أن يطلع عليه فهذا مقصد آخر ليس هذا بابنا ولا أماننا الوجه السادس تغيير الحروف عن أشكالها وإبدالها بأغيارها حتى يكتب الحاء مثلا على شكل الباء والصاد على شكل راء وهذا يكون في رموز التواجم ونحوها ولا يوقف عليه لا بتواضع ولا باصطلاح ولا بغيره إلا لمن زاد فيه الذكاء فيستطيع أن يعرف من الذي يريده مثل يقول أراد أن يكتب كذا فكتبها بسرعة فصارت بهذا الحرف الوجه السابع ضعف الخط عن تقويم الحروف على الإشكال الصحية الذي يأتيك بخط رديء حتى أنه لا يصف الحرف كما ينبغي أن يصفه ويثبته على طريقة لا تريق فمثل هذا أيضا يسبب لك الخلل في الفهم والوجه الثامن إغفال النقط الذي يكتب لك الكلام لا يضع فيه عجمة ولا نقاطا ولا نحوها فهذا يسبب لك المصائب ويسبب لك الخلل لكن مثل هذا أيسى من غيره لمن كان متخصصا مدركا لحقائق هذا الفن ولحقائقه لكن كل ذلك يستقبح من كل من صنع كتابا إلا من أراد أن يكون لأمر كتابه دقة وفكرا وغيره فلابد من معرفة الأمر على وجهه وكل يسعى إلى أوانه حتى يوصل العلم إلى طيقه الصحيح وإلى طيقه القوي إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر